موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين من الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الوسط البحرانية التي نقرأ منها في الصحة علماء الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا جاء في تفاصيل الخبر قال علماء أمريكيون إن نسيج طبقة الدهون الرقيقة الموجودة في تجويف البطن يسهم في تنقية الدم الذي يدور بين الأعضاء الموجودة هناك وتتكون الطبقة من نسيج يعد أولى جزء تظهر عليه أعراض التليف في حالة إصابة الجسم بأية التهابات لذلك يمكن اعتماده كمؤشر على الحالة الصحية للجسم أيضا في الصحة نطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية علماء روس يطورون سائلا ثوريا للعناية بالأسنان طور علماء روسيون سائلا جديدا مخصصا للعناية بالأسنان والوقاية من أمراض الفم واللثة ووفقا للعلماء فإن أهمية السائل الجديد تكمن في أنه مصنوع بتغنية جديدة تحتوي على جزيئات نانونية من المعادن ويخلو من مركبات الفلور الخطيرة على الصحة وفي ذات الوقت هو قادر على القضاء على كمية كبيرة من البكتيريا المسببة للأمراض التي توجد في الفم اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس ألاف الجردان تغزو قرى في بورما اشتاحت ألاف جردان قرى في جزيرة غربي بورما في حديثة فسرتها السلطات المحلية بأنها مؤشر لكارثة ستحل بالبلاد وفي ظل العجز عن تطويق الوضع قررت السلطات منح السكامة يعادل أربع سنتات من الدولار عن كل جرد يتم القضاء عليه من أخبار التكنولوجيا نطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين توقف تطبيقات سكايب على نظام ويندوز فون الشهر المقبل أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيقات سكايب لن تعمل على ويندوز فون اعتبارا من الشهر الأول من شهر تموز يوليو المقبل وبحسب الشركة فإن تطبيق الدردشة ومكالمات الفيديو على نظام ويندوز فون 8 أو ويندوز فون 8.1 أو ويندوز 10 موبيل ستتوقف بشكل دائم وستكون الطريقة الوحيدة لاستخدام سكايب بعد ذلك التاريخ عبر جهاز آخر ستطلقه مايكروسوفت اشتركوا في القناة